بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء الثامن من الفصل الخامس لمقرر نظم التشغيل في الجزء ده جماعة هنتكلم عن هيكل أو الستركشور البيجي تيبل طب نشوف مع بعض بنقول استركشور البيجي تيبل هيكل البيجي تيبل أو جدول الصفحة احنا اتفقنا إن ده البيجي تيبل هجا معها مش كده مش كده ايوه جميل وقلنا إن احنا بناخد البي من اللوجيكا الادرس بنقسم اللوجيكا الادرس لبي ودي بناخد منه البي البي بيدور على قومة الاف في البيجي تيبل اللي بتدمج بعد كده مع الدي عشان نكون من الفيزيكا الادرس مظبوط جميل طيب بنقول إيه كمان بقول لك خلي بالك الستركشور ده مش غريب عليك شوفته قبل كده لكن خليك واعل حاجة مهمة جدا إيه هي إن كل بروسز لها البيجي تيبل الخاص بقى هي معقول آه معقول ليه لأن احنا اتفقنا دلوقت إن اللي بيحكي حكاية البيروسز في المين ميمور هو البي سي بي فبيقول لك إن كل بيجي تيبل بيخزن في البي سي بي بتاعه معاي بيخزن في الان ميمور في البي سي بي طيب وبيقول إيه كمان وبيقول كمان إن البيجي تيبل بيز رجستر هو المسؤول إن يشاور على البيجي تيبل لكل بروسز يبقى في حاجة عندنا زهرة جديدة اسمها إيه؟ بيجي تيبل بيز رجستر واختصاره بي تي بي آر وبيقول لك هو اللي يشير أول هو عبارة عن الإشارة لمين؟ لبيجي تيبل لكل بروسز جميل طبعا إن محتويات البي تي بي آر بتتغير مش كده نظرا إن تغير حياة البروسز جميل وبيفكرك بيقول لك دلوقتي بوجود البيجي تيبل ده جماعة أصبح الوصول للميموري يتبع خطوطين مش كده إيه هما الخطوطين دول؟ بيقول لك دلوقتي عشان أدخل على داتة موجودة في الميموري قدامك هنا لابد إن أنا أتبع خطوطين إيه هما؟ بيقول إيه؟ بيقول لك أروح الأول للبيجي تيبل ده أول خطوة رقم واحد أكسز للبيجي تيبل أدخل على البيجي تيبل والبيجي تيبل ها رقم اتنين بيديني كومتة الـF اللي منها أدخل على الداتة إذن الدخول للداتة مش مباشر عن طريق خطوطين مرة عن طريق إنها أدخل على البيجي تيبل ومرة تانية إيه ها؟ الدخول عن طريق الـF physical address لمين للداتة المرغوبة؟ طيب في حاجة إيه تانية ظهرت يا جماعة حاجة اسمها Translation Look Aside Buffer هنا الفكرة اللي ظهرت جيت بتقول إيه؟ بتقول طيب أنا مش ممكن أستغل فكرة إن إن أعرف البيجي نمبر راح لأي فريم وأقدر أشوف الهيستوري بتاعها يعني إيه؟ يعني مثلا لو البيجي نمبر رقم واحد ها؟ راح للبيجي نمبر رقم عشرة مش ممكن أستغل المعلومة دي؟ وأعرف تردد البيجي نمبر على الفريم نمبر دوت كام مرة؟ ومنه أعمل عملية كاشنج يعني أعمل كاشنج تخزين لإيه؟ للبيجي نمبر والفريم نمبر المقابلة وأوفر وقت وأوفر وقت إيه؟ بدل ما إيه أروح للبيجي تيبل وأشوف إيه هنا؟ ها؟ البيجي موجودة في أي جزء من الفريم وأجمع الـF على الـD؟ لا ده أنا ممكن أعمل حاجة مهمة جدا إيه هي؟ إن أنا من هنا مباشرة بإيه؟ بإيه؟ بحفظ تاريخ البيجي ممكن أستنتج هي في أي إنه إيه نمبر؟ أي فريم نمبر؟ وكأن الـTLB ده جماعة هو عبارة عن كاش بسيطة يعني ذاكرة بتتضح منها إيه؟ البيجي نمبر دي بتروح للفريم نمبر كام؟ معا يا جماعة إذن في الحالة دي يبقى كده وفرت وقت شوية الأداء بقى أحسن شوية إذا ممكن استغل الترانسليشن لوك أسايت بوفر أو اختصره الـTLB كذاكرة مؤقتة أو كاش مؤقتة تحكي حكاية البيجي مع الفريم ومنها بدلا ما أروح كل مرة للبيجي تيبل أشوف كومت الـF بكام وأجمعها لدي وأروح وأقلق وإيه؟ وأشوف الفريم بتاعها واجيب الـData منها؟ لأ ده ممكن على طول عن طريق البيجي نمبر أعرف الفريم نمبر مباشرة وادخل واجيب الـData لما محتاجة نظرا لأن البيجي نمبر دي استخدمت الفريم نمبر قبل كده كميل كده وفرنا وقت آه هل الأداء عالى؟ آه أداء عالى بقى أحسن من الأول طبعا مش كده؟ طيب وخلي بالكو بقى جماعة اللي بيقوم بالمهمة دي هي مين؟ الميموري مانجمينت يونيت الميموري مانجمينت يونيت أو وحدة إدارة إزاكدا طيب السؤال اللي يجي هنا بقى طب افرض ان ما كانش فيه هستور ما كانش فيه تاريخ يعني ما كانش فيه هنا بيجي نمبر قدامه بيجي فريم ما دخلتش على الفريم دي قبل كده اعمل ايه؟ بقولك انت هنا مضطر يا أوبروتينج سيستم انك انت هه تروح تبحث بقى في البيجي تيبول هتضطر تلجأ له بقى مش كده؟ عشان تاخد كومتة الـF واضفه على كومتة الـD عشان تعمل ايها؟ عشان تدخل على ايها؟ على الـData اللي انت محتاجة تمام؟ اذا لو ملقش الفريم نمبر قدام البيجي نمبر هتروح تدخل عن دمين على البيجي تيبول عشان تقوم بالمهمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته